السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البحر الميت واللي اسمه مخالف لطبيعته على عدة مستويات بدأ يموت بالفعل وفيه ناس بتساهم بشكل حرفي في قتله واختفاؤه من على وجه الأرض وساعتها هيستحق اسمه عن جدارة في الوقت اللي بيرتفع فيه منسوب مياه البحار على مستوى العالم بينخفض منسوب البحر الميت بشكل مخيف البحر الواقع فيه أخفض مقطع على اليابس على وجه الأرض ويعتبر من أهم مناطق السياحة العلاجية على مستوى العالم كله ده غير أنه من أهم الركائز الاقتصادية في المنطقة وبالرغم من كل ده فيه توقعات باختفاؤه تماما من على الخريطة خلال سنين معدودة بل إن المحيطة بيه وبسبب أورب اندسارو بدأت تتحول تدريجيا من أروع المناطق الطبيعية على وجه الأرض لوحدة من أخطرها على الإطلاق أهلا بيكم أنا عمر عبدين والحلقة دي هنتكلم عن البحر الميت وقبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول بالرغم من اسمه الغريب إلا إن البحر الميت عبارة عن بحيرة مالحة مغلقة موجودة بين الأردن وفلسطين في جنوب غرب أسيا والمصدر الرئيسي لمياه البحيرة بيتمثل في نهر الأردن واللي بتتدفق مياه من الشمال وصولا للبحيرة وبترجع تبعية الشاطئ الشرقي من البحيرة للأردن والشاطئ الغربي لفلسطين وإن كان الاحتلال السهيوني هو اللي فارد سيطرته على الجزء الجنوبي والشمالي من الشاطئ الغربي والجزء الشمالي من الشاطئ الغربي ده موجود بالضفة الغربية بفلسطين وطبيعتها غير السحلية وعدم اتصالها بأي محيطات أو بحار خارجية بيخلي المياه تتبخر وتسيب ورها كميات مهولة من الملح محصورة في البحيرة وعلى شواطئها والعملية دي بتؤدي لكسافة مياه البحيرة بصورة غير طبيعية لدرجة انها من اكتر المسطحات المائية على وجه الارض اللي ممكن تطفع عليها بمنتهى السهولة وبيعتاد الزائرين انهم يسيبوا نفسهم تماما فوق سطح المياه وهي ترفعهم بكل بساطة ويستمتعوا بالاجواء من غير ما يحتاجوا للسباحة أو يخافوا من الغرق وفي الوقت نفسه الملوحة الزائدة للبحيرة واللي بتوصل لما يقرب من 9 اضعاف ملوحة مياه المحيط بتخلي الحياة في البحيرة للأسماك والنباتات مستحيلة ومن هنا اخد البحر الميت اسمه بس الحقيقة البحر مش ميت بالكلية اكتشف العلماء وجود انواع من التحالب والبكتيريا بتعيش في قاع المياه والبحر الميت مش هو الاسم الوحيد اللي تم اطلاقه على البحيرة وقديما كانت معروفة باسم بحر الموت أو البحيرة المنتنة بسبب الريحة النفازة للمياه وشواطئها ومن الأسماء اللي اتعرفت بيها كمان هي بحيرة زغر وبحيرة لوط وبيقال ان نبي الله لوط عليه السلام سكن هو وقومه بالقرب منها وبرغم انها واحدة من أملح الأجسام المائية على وجه الأرض الا انها وعلى عكس الشائع بين الناس مش بتحتل المرتبة الاولى على مستوى الملوحة بين المسطحات المائية واللقب ده بيرجع لبحيرة دانخوان الموجودة في القارة القطبية الجنوبية واللي بتوصل نسبة ملوحتها لأكتر من 40% مقارنة ب34% للبحر الميت والبحيرة دي عمرها ما بتتجمد بسبب ملوحتها العالية والكلام ده بالرغم من ان درجات الحرارة هناك ممكن توصل لخمسين درجة مئوية تحت الصفر وشدة ملوحة البحر الميت بتؤدي لانتشار أشكال عجيبة من الملح على الشاطئ زي اللقالق الملحية واللي بتتشكل نتيجة الرياح وحركة المياه ده غير كمان مكعبات الملح العجيبة والمعروفة باسم ألماس الملح واللي بتتكون بسبب ضغط الطربة جوة طبقات الطينية للبحيرة يعتبر البحر الميت واحد من أشهر وأنشط مناطق السياحة العلاجية على مستوى العالم الأملاح الموجودة فيه بتساعد على تخفيف أمراض جلدية مختلفة زي الحساسية والصدفية والأجزمة وحب الشباب والمعادن الوفيرة الموجودة في المياه زي الماغنيسيوم والسوديوم والبوتاسيوم بتعزز من قدرة الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة وده بيساعد على صحة الجلد ونعمته ونفس الأمر بينطبق على طين البحر الميت واللي بيعتاد الزائرين أنهم يدهنوا على جسمهم علشان يستفادوا من فوائده الصحية وبيدخل طين البحر الميت في عدد من مستحضرات التجميل المنتشرة على مستوى العالم والفوائد العلاجية والصحية للبحر الميت مش بس بتقتصر على المية والطين لكنها بتشمل الهواء كمان يعتبر البحر الميت أكتر بقعة منخفضة على وجه الأرض وده بسبب انخفاض أراضي على مستوى سطح البحر بـ 430 متر ولأن الضغط الجوي بيقل مع الارتفاع عن سطح الأرض ومعه بتقل معدلات الأكسوجين فمش هتلاقي بقعة على وجه الأرض فيها كمية أكسوجين كبيرة زي منطقة البحر الميت وبترتفع نسبة الأكسوجين في الجو هناك عن معدلات الأكسوجين الطبيعية على مستوى سطح البحر بنسبة تتراوح من 3.3% لـ 4.8% وأكتر ناس بتحس بالفرق ده هم اللي بيعانوا من أمراض الصدر اللي زي الرب واللي بيحسوا بقدر واضح من الاختلاف أثناء وجودهم بالمنطقة بل إن شدة الضغط الجوي بيخليك تحس بضغط فودانك وإنت رايح نحية البحيرة بشكل مماثل للي بتحس بيه لو راكب طيارة وبتخبط بيك من الجو وبخلاف أهميته على المستوى السياحي فالبحر الميت ليه أهمية اقتصادية كبيرة وبترتكز عليها عدد من الصناعات سواء الخاصة بمستحضرات التجميل أو المتعلقة بالفوسفات والبوتاس والملح وبالمناسبة أهمية ملح البحيرة على المستوى الاقتصادي بترجع لقديم الزمن وأثناء تواجد الرومان في منطقة الشرق الأوسط فرضوا سيطرتهم على الطرق الواقعة بالقرب من البحر الميت بسبب أهمية الملح بالنسبة لهم والرومان وقتها كانوا بيتعاملوا مع الملح زيه زي أي عملة نقدية وكانوا أحيانا بيقبضوا جنودهم كميات من الملح بدل العملات المعدنية لكنه بالرغم من أهميته الكبيرة في المنطقة إلا أن البحر الميت بيواجه خطر الاندسار ومن الممكن يتلاشى تماما من على خريطة العالم بالرغم من أن البحر الميت بينخفض عن مستوى سطح البحر بـ 430 متر إلا أن الرقم ده ما كانش كده في السابق وهيفضل يزيد في المستقبل منطقة البحر الميت بتمثل جزء من صدع أخدودي والصدع الأخدودي ده هو الصدع اللي بينشأ نتيجة حدوث صدعين متوازيين وفيه هبوط ما بينهم ومن قبل ظهور الصدع ده بملايين السنين كان البحر الأبيض المتوسط بيغطي بلدان عربية زي سوريا وفلسطين لكن مع تصدم الصفيحة العربية مع الصفيحة الأوراسية بالشمال ارتفع بقى قاع البحر وأدى لظهور مرتفعات شرق الأردن ووسط فلسطين واللي بدورها أثرت على هبوط السطح الأخدودي وبسبب الصدع وحركة الألواح التكتونية ما زال البحر الميت بينخفض سنويا بمعدل متر تقريبا وبداية من ستينيات القرن الماضي بدأ الاحتلال الصهيوني يحول مياه نهر الأردن واللي تعتبر المصدر الرئيسي لمياه البحر الميت إلى منطقة النقب جنوب فلسطين والعملية دي كمان أدت لانخفض حياة في مستوى مياه البحيرة وبالمرة القصة دي أثرت كمان على اللي تبقى من مياه النهر اللي بيتدفق داخل الأردن وحرمت وادي الأردن من المياه الصالحة لري مساحات شاسعة من الأراضي ده غير أنه في نفس الفترة بدأ الاحتلال الصهيوني والأردن ينشئوا مصانع لاستخراج الأملاح وإنتاج المواد الكيميائية والبوتاس اعتمادا على مياه البحيرة ووصل انخفاض منسوب المياه في البحر الميت لما يقرب من واحد ونص متر سنويا بل إن مساحة البحيرة نفسها بدأت تتقلص بشكل يخض فبعد ما كانت مساحة سطحها بتوصل لألف وخمسين كيلو متر مربع في التلاتينيات وصلت في عام 2016 لستمية وخمسة كيلو متر مربع وعلى مدار السبعين سنة اللي فاته تراجع مستوى البحر الميت بنسبة تلاتين متر بمعدل سبعين سنتيمتر سنويا لكن التراجع ده ارتفع في السنين الأخيرة ووصل لمعدل متر وعشرين سنتي في السنة وبالرغم من إن في نظريات بتقول إن البحر الميت مش هيختفي بالكلية بسبب عمقه إلا إن البعض بيشوف إن الكلام ده غير حقيقي وقدى الانخفاض في مستوى مياه البحيرة وحجمها في أواخر القرن العشرين وأوالي القرن الحالي لتغير شكلها بصورة كبيرة البحر الميت مكون من حضين حض شمالي وحض جنوبي الحض الشمالي بيضم تلات تربع المساحة الكلية للبحيرة وبيوصل عمقه لحوالي تلتمية متر أما الحض الجنوبي بيوصل عمقه لأقل من تلات أمتار فقط ومع مرور الوقت انقسم الحض الجنوبي ده لعشرات من أحواض التبخر الضخمة لاستخراج الأملاح أو الفوسفات ومع دخولنا في القرن الواحد والعشرين أصبح البحر الميت يقتصر تقريبا على الجزء الشمالي فقط لا غير تراجع منسوب المياه في البحر الميت خلف وراح عواقب بيئية واقتصادية في منتهى الخطورة فبعض المنتجعات اللي كانت مطلة بصورة مباشرة على مياه البحيرة في أواخر التمانينيات دلوقتي بقت بتنقل الزائرين بعربات مسافة 2 كيلو علشان يوصلوا للشاطئ والمنطقة المحيطة بالبحيرة ذات نفسها بدأت تكون خطر على الناس بسبب تركيبة الطربة الضعيفة في المنطقة وظهور مئات الحفر الضخمة وانتشرت أعداد مهولة من التجاويف أو الحفر اللي ممكن تعرض حياة الناس للخطر ومع انحصار المياه في البحيرة انحصر معاها طبقات المياه الجوفية على طول محيط البحيرة لأن الملح اللي بتسيبه مياه البحيرة وراها بيدخل في الشوق الصغيرة في الأرض وبيختلط بالمياه العزبة ويخل الأرض من فوقي تنهار بدون سابق انذار وعلى مدار الخمستاشر سنة الأخيرة ظهرت أكتر من خمس تلاف حفرة ما كانش لها أي وجود على الإطلاق من خمسين سنة بس بعض الحفر دي بيوصل قطرها لميت متر وعمقها بيوصل لخمسين متر وما بين العوامل الطبيعية والبشرية لو الأمر استمر على حاله وما قدرناش نحفظ على ما تبقى من مياه البحيرة هيختفي البحر الميت بالكامل من على الخريطة وهتفقد المنطقة واحدة من أهم الموارد الاقتصادية ومن أهم معالمها السياحية على الإطلاق ووقتها هيبقى البحر الميت اسم على مسمى وبكده نبقى تكلمنا النهاردة عن البحر الميت تحبوا نتكلم عن إيه في الفيديوهات الجاية؟ اكتبونا في التعليقات ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول وشوفكم الحلقة الجاية اشتركوا في القناة